الزمالك بيفكر في ايه؟ قطاع الكرة في نادي الزمالك بيفكر في ايه؟ للموسم الجديد للموسم الجديد طبعاً هو الحالي مرتبط بالجديد يعني الحالي ده اللي بيحصل فيه مرتبط طبعاً بيه اللي هيحصل فيه الموسم الجديد فهقول لكم اللي بيحصل دلوقتي واللي هيتبني عليه ما سيحدث في الموسم الجديد تعالوا طيب تشهد الفترة الحالية في الزمالك اجتماعات مستمرة من جانب اللجنة الفنية التي تواصل العمل والتجهيز للموسم الجديد على كل المستويات وأبرز الملفات التي تناقشها في الوقت الحالي ملف الموديل الفني للفريق الكولومبي سوريو الذي أصبح هناك انكسام حول مصيره بجانب ملف الصفقات الجديدة الذي يريد الزمالك التعاقد معها في الانتقالات الصيفية ملف الموديل الفني الاقتراح الاول يتمثل في استمرار المدرب الكولومبي سوريو حتى نهاية الموسم الجاري من أجل تقييم التجربة بشكل كامل وتحديد مصير المدرب إما بالاستمرار أو توجيه الشكر له والتعاقد مع موديل فني جديد قبل بداية الموسم القادم الاقتراح الثاني يتمثل في اعتبار مباراة الفريق المجبلة أمام طلاع الجيش هي الفرصة الأخيرة للمدرب حيث إذا استمرت النتائج السلبية والأداء المتراجعة سيتم توجيه الشكر له والاعتماد على مدرب مصري حتى نهاية الموسم الجاري لحين الاستقرار على مدير فني أجنبي يتولى المسئولية في الموسم الجديد الاقتراح الثالث مرتبط بالاقتراح الثاني ولكن الاختلاف هو أن المدرب اللي سيقود الفريق بعد أسوريو سواء كان مصريا أو أجنبيا سيستمر في الموسم المقبل ولا يكون مؤقتا بحيث يختار صفقات الموسم الجديد بنفسه وذلك نظرا لديء الوقت ومشاركة الفريق في البطولة العربية والسوبر وغيرها من المنافسات ملف المدير الفني البدائل المتاحة لخلافة أسوريو هناك أكثر من اسم معروض وبقاء على الزمالك في الفترة الحالية وعلى سبيل المدربين الأجانب يتصدر السنائي الجنوب أفريقي بيتسو موسماني مدرب الأهلي السابق بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق قائمة الأسماء المرشعة لتدريب الفريق موسماني وكارتيرون البدائل المتاحة لخلافة أسوريو أيضا فيما يخص المدربين المصريين يتصدر السنائي عبد الحميد بسيوني وخالد جلال قائمة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق إلى جانب حسام حسن لزارة اسمه مؤخرا لكن يبقى بعيدا بسبب خلافاته السابقة مع الإدارة الحالية وهناك محمد صلاح ولكن كمدرب مؤكد حتى نهاية الموسم ويأتي الخيار الأخير استمرار متحة عبدالهادي حتى نهاية الموسم فقط طيب ملف الصفقات بالنسبة لإحراصة المرمى فالزمالك يرغب في أعاية أحمد نادر السيد بعد نهاية أعارته بنادي في زيليا البرتغالي بجانب التعاقد مع حارس آخر من الدوري المصري مثل أحمد ميهوب حارس المحلة لازد دخل دقيقات الاهتمام في الزمالك خلال أيام الماضية ليكون هذا السنائي بجانب الحارس محمد صبحي بعد اقتراب محمد عواد من رحيل بناء على رغبته بسبب جلوسه احتياطيا وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بالنسبة لخط الدفاع يعد التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بجانب ضم أحمد أيمن منصور مع عودة محمود علاء بعد نهاية أعارته بالاتحاد السخندري والبحث عن مدافع من شمال أفريقيا هي ملامح خطة الزمالك لدعم خط الدفاع أيضا بالنسبة لخط الدفاع يسعى الزمالك لضم لاعب في مركز زيليا الأيصر ليكون بجانب أحمد فتوح ويعد عمر السعداوي لاعب المصري هو الأقرب للتعاقد معه ولكن حال التعاقد مع أحمد أيمن منصور قد يستغنى الزمالك عن فكرة ضم السعداوي هذا إلى جانب الرغبة في ضم زهير أيمن ليكون بجانب حمزة المسلوسة والأقرب هو عودة أحمد دعيد المعار إلى أمبيا خط الوسط يدرس مسؤولي نادي الزمالك جدان عودة إمام عشور حتى لو على سبيل العارة كما يظهر اسم محمود حمادة لاعب فاركو في الصورة بجانب سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي وحمدي علاء لاعب الفريق المعار للبنك الأهلي بالنسبة لخط الهجوم دخل مصطفى فتح لاعب الزمالك السابق والمعار إلى بيرامدز من نادي التعاون السعودي في الصورة للتعاقد معه حيث يحاول الزمالك معه لمنع تجديد أعارته بنادي بيرامدز أو تفعيل بند الشراء النهائي بين التعاون والبيرامدز حتى يستطيع الزمالك شراءه من التعاون خصوصاً وأن الزمالك لتبقى له مستحقات مالية من صفقة انتقال مصطفى للنادي السعودي أيضاً دخل في الصورة بعض اللاعبين لدعم الخط الأمام للزمالك وهم جريندو لعب المصري البورسعيدي وفخر الدين بن يوسف لعب بيرامدز وفراص شواط لعب الإسماعيلي إلى جانب المهاجم المرشح للزمالك بيستون كلالا مايالي أو كما يسمى هالند الكونغول كونغولي كونغول ماشي ده بالنسبة لنادي الزمالك